بسم الله أهلا بكم يا شباب في سلسلة الفيديوهات اللقاية دي هكلمكم عن كنز كبير جدا موجود على موقع شركة شينت للطاقة الشمسية طبعا الموقع متميز جدا في كل الملفات اللي ممكن تحتاجها كمهندس طاقة شمسية في التصميم موجودة قريدي على الموقع احنا عايزين نبدأ نشوف ازاي ابدأ احمل الداتا دي وتبقى موجودة عندي على جهاز الكمبيوتر وابدأ اذاكر او اشوف الملفات دي وادخلها عندي في التصميم سواء كان في برنامج البي بي سيست او في برنامج الهيلسكوب اللي احنا بدأنا في سلسلة الشرح بتاعته بالتفصيل يبقى انا دلوقتي هروح على الموقع بتاع شركة شينت هشوف البرودكت داونلود بغض النظر عن ان انا بشتغل مع اي شركة انا ممكن اشتغل على شركة معينة ادور على البرودكت داونلود يعني التحميلات بتاعت المنتجات بتاعت الشركة دي فانا ااخد شركة شينت كمثال يبقى انا لو عايز ادور ادور على البرودكت داونلود تمام اشوف السورسز او الريسورسز الموجودة على موقع الشركة هروح ادور في الموقع على المكتبات اللي احمل منها الملفات يعني انا عايز دلوقتي ملفات طيب انا كمهندس محتاج ملفات ايه زي ما قلنا لو الشركة مثلا سيه شغالة في الانفيرتر يبقى انا اكتر حاجة عايزها عايز ملفات الانفيرتر ملفات الانفيرتر ملفات الانفيرتر ملفات تعريف الانفيرتر على البرنامج سواء كان البي بي سيست او الهلسكوب او اي برنامج اخر بحتاج ملفات الانفيرتر خاصة بالانفيرتر طبعا انا بحتاج كيوزر او بحتاج كمهندس بيركب بيعمل انستليشن او كمهندس بيصمم لازم يبقى عندي اليوزر مانوال اللي انا اقدر اعتمد عليه تمام واشتغل منه اشوف التفاصيل الخاصة بهذا الانفيرتر من خلال اليوزر مانوال طبعا انا لو مقاول او استشاري المفروض لما باجي اعتمد الانفيرتر ده او اعتمد النظام بتاعي بيقول لي فين الشهادات اللي بتثبت ان ده واخد شهادات تمام الاختبارات بتاعته واخده الشهادات واخده شهادات الايزو واخده شهادات في السعودية مثلا زي الساسو ده كلها بتبقى عبارة عن السيرتيفيكات تمام برضو شركة شين تحطالك على الموقع تمام كل السيرتيفيكات الخاصة بالمنتجات طيب في عندي حتة مهمة جدا افرض طلب مني ان انا اجيب ملفات الاتوكاد اللي هي بتوضح لي والطول والعرض والارتفاع والتخانة الخاصة بهذا الانفيرتر هل ده موجود على الموقع الخاص بشركة شينت ايوه موجود على موقع شركة سينت طبعا هم عاملين طول صغير كده بيسموها هنبدأ ان شاء الله نشوفها بالتفصيل من احد الحاجات المهمة اللي حطينها شركة شينت على الموقع بتاعه طبعا فيه فرق بين اليوزر مانيول والداتاشيت تمكن الداتاشيت بيستخدمها المهندسين اكتر احنا فيها تيكنيكال ديتيلز اكتر بنبدأ نستفيد منها احنا كانجينيرنج من خلال الداتاشيت والأب سموت اللي هو عبارة عن بعض الملاحظات تمام الموجودة على المنتجات الخاصة بشركة شينت فانا هبدأ في الفيديو ده اتكلم عن مكتبات تحميل البرودكت داونلود كل الملفات موجودة فين ونبدأ نروح لها ازاي وبعد كده هنبدأ ندخل على كل واحدة ونشوف بنحملها ازاي ونسايفها ازاي عندنا على جهاز الكمبيوتر تعالوا كده نروح يلا نعمل نعمل سيرج على جوجل لو انتو فاكرين من الفيديوهات اللي فاتت كان الموضوع بسيط جدا انا بكتب شينت باور سيستم شينت باور سيستم اضغط كده هيروح اجاب لي شينت باور سيستم هروح داخل على موقع شينت شوفنا قبل كده الشكل العام بتاع الموقع في فيديوهات سابقة انا هنا عايز اجيب التحميلات اللي انا عايز احمل ملف خاص بانبرتر معين عايز احمل ملف خاص بالOND اللي انا هدخله في البرنامج اروح فين مباشرة هروح على ريسورسز وبعدين هلاقي عندي برودك داونلودز تاني يبقى انا دخلت على الموقع www.shintpowersystem.com اهو ادي الموقع كمام وبعدين روحت داخل هلاقي هنا طبعا برودكت و سيرفس و ريسورسز و كلام ده و كلام عن الشركة و كلام ده لا انا عايز ادخل اجيب الحاجة اللي هتفيدني من الشركة انا عايز اجيب ملفات الOND عايز اجيب ملفات الDataSheet عايز اجيب ملفات اليوزر مانيوال يبقى انا هروح ريسورسز و اروح برودكت داونلودز خلاص هروح ضغط على برودكت داونلودز هيفتح لي بقى الكنز الكبير اللي حطين فيه كل الData الخاصة بشركة تشيند فهو برودكت داونلودز والجوز ايه دي انا كنت اخدت كوبيبست كده كتت ايه واخدها كتت كمان تمام سكرينشوت تحططها عندي على العنوان بتاع الفيديو فانا اروح تداخل هنا Application Notes هنبدأ نحكي عنها بالتفصيل و نشوف ايه اللي جواها بعد كده Certificates كل الشهادات الخاصة به الانبرتر او البرودكت اللي هما بيشتغلوا عليها بعد كده الData Sheet and User Manual في Data Sheet و User Manual اوهو Data Sheet الخاصة بالانبرتر تمام وبعد كده عندي الData Sheet الخاصة بالاكسيسوريز يعني هو Data Sheet مقسمها للانبرتر والاكسيسوريز تمام الملحقات اللي احنا هنستقدمها في المحطة بتاع الطاقة الشمسية بعد كده في عندي الManual الخاصة بالانبرتر بعد كده المانوال الخاصة بالاكسيسوريز بعد كده تيجي بقى ده هم حتة عندي الBVSYSTONDFile نفس الملفات باستخدمها فيه برنامج اللي احنا بدأنا نشتغل عليه اللي هو الهوليسكوب يبقى انا اطلع من هنا ملفات الOND عشان محدش يقول لك والله هنأتصل بالشركة عشان تديني الملف الشركة حطى الملفات تمام على السايت بتاعهم بعد كده التول الحلوة جدا اللي اسمها ايه STRING SIZING TOOL هنبدأ نشتغل عليه ونشوفك دي معناها ايه تمام بقى كده ملفات الكاد درويونج الكاد ملفات الاطوكاد الشباب دي مهمة جدا هبدأ اقول لك ايه فايدتها واحدة واحدة ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بعد كده المود بص ما بسبسيفيكيشن طبعا المود بص والكلام ده اللي هو ازاي باربط اصلا اي انفيرتر من خلال الانترنت واقدر اتعامل معاه هنبدأ نتكلم عن المود بص طبعا الناس اللي شغالة في البي ام اس والكلام ده عارفة موضوع المود بص بالتفصيل Retired Product بعد كده في عندي تمام المحتوى العام بتاع الداونلود برودكتس او البرودكتس داونلود كمام زي ما احنا شوفنا كده محتوى تفصيلي في كل شيء بالتفصيل انا كده دخلتك الفيديو الاولاني ده عارفة هتروح فين هتدخل تكتب اسم الموقع هتروح resources بعد كده تروح برودكتس داونلود من جوة برودكتس داونلود هتلاقي كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بالتفصيل واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نبدأ نتعمق داخل المكونات بتاع تشينت ونشوف هنعمل ازاي داونلود للملفات او للفايلات اللي احنا محتاجينها بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة